اشتركوا في القناة هذه هي خلاصة مذاهب السلف وهي المذاهب الأربعة فهم أتباع المذاهب الأربعة في الفقه وفي العقيدة أتباع مدرسة الإمام الأشعري والإمام الماتوريدي وفي الأخلاق أتباع مدرسة الإمام الجنيد وما تفرع عنها فهذه خلاصة الإسلام الذي جاء في حديث جبريل وعليه قامت مدارس المسلمين العظمى كالأزهر والقرويين ومدارس الهند والسند والملاوي والشام والعراق وكل بلاد الله تعالى قامت على هذا فهي تمثل خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة لم ينقطع إسنادهم في التاريخ بقيت مدارسهم مستمرة وبقي نورهم مشعة وآخر دعوانها الحمد لله رب العالمين أولا نحن نثبت أن مذهبك مذهب الزندق في أقل من دقيقة لأن عقيدتكم مبنية على علم الكلام لكن أئمة المذاهب الأربعة حرموه تلموننا وتقولون أنتم تنهون عن تقليد الأئمة الأربعة لماذا تقولون ما لا تفعلون تخرجون أنتم عن عقيدة المذاهب الأربعة في تحرينهم لعلم الكلام ثم تقولون لنا لماذا لا تقلدون الأئمة الأربعة في الفقه أولا أعلن الإمام أحمد أن علم الكلام هو علم الزنادقة واعترف النووي أن الشافعية بالغة في تحرين علم الكلام والتحذير منه والعقوبة عليه حتى قال لأن يقع العبد في كل ذنب ما خل الشرك خير له من أن يتبع علم الكلام وشهد القرطبي وابن حجر أن الجويني لما كان على علم الكلام كان يحكم بكفر عوام الناس كفر عوام المسلمين حتى قيل له أنك بعلم الكلام هذا تكفر ابن عمك وأخاك وأباك وجيرانك وأهلك فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار حتى يعرف الناس من التكفير وشاهد الغزالي أن علم الكلام كان سبب بث الضغاء والأحقاد بل وإراقة الدماء ونحن نشاهدهم اليوم يتعلقون بالطواغيت في سبيل تثبيت مذهبهم أمام الناس هذا الذي جعلك يا عبد القادر تقول أنا شافعي في الفقه أشعري في العقيدة لو كانت عقيدة الشافعي مناسبة لك لقلت أنا شافعي في العقيدة لكنك تعرف أن مذهب الشافعي تحريم علم الكلام وأنتم مذهبكم قائم على علم الكلام انظروا إلى كتاب تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد المقرر في الأزهر وغيرها من الجامعات مؤسس عقيدتكم مؤسسة على علم الكلام ثم تكذب أكذوبتك المعيبة لشرفك أن الأشاعر تحرروا علم الكلام وهذبوه ونقوه حتى صار يوجد ما يسمى بعلم الكلام السني أين هو؟ والله ما عرفه الغزالي ما عرف هذا العلم المحرر المهذب حتى حرم علم الكلام ودع في نفس الوقت إلى عقية السلف ونصح الناس أن يأخذوا بالعبرة بتجربته لعلم الكلام واصفا إياه بالداء العضال الداء العضال والسم القاتل وأنه ظاهر التناقض والفساد وأنه لم يجد علم الكلام لمرضه الذي كان يعاني منه شافيا الغزالي نهى عن علم الكلام وفورا دعا إلى عقيدة السلف فلو كان ثم علم كلام حسن نظيف لنجأ إليه الغزالي ولقال تفضلوا هذا علم بديل عن علم الكلام لكنك متعصب يضطرك تعصبك إلى الكذب والإتيام بتبريرات سميجة كاذبة لا يصدقها ولا تنطلي إلا على متعصب مثلك وإلا لماذا تاب الجويني والرازي والغزالي عن علم الكلام إن كان يوجد ما تدعيه زورا وكذبا وجود علم كلام نظيف محرر بالأدلة العقلية ما هذه العلوم العقلية التي وصفها الغزالي بالتناقض أين العلوم العقلية هذه والغزالي يصفها بأنها ظاهرة التناقض والفساد إنه الكذب الأشعري بريئ منكم الأئمة وبرئت منكم السنة يا من تعملون تحت سقف بشار الأسد وفلادمير بوتين وتحت أسقف سائر الطواغيت هذا رمح أصبناه في نحرك يا عدو السنة بل أنت مخالف للبخاري والجيلاني والحارث المحاسبي الذين يثبتون علو الله فوق العرش النبي والبخاري والمحاسبي يثبتون كفرك ومروقك من الدين واعتناقك مذهب الزنادقة حكم النبي بكفرك لإنكارك العلو الذاتي الذي أثبتته الجارية فلما سألها أين الله وأجابت بأنه في السماء أثبت لها الإيمان حين قالت أن الله في السماء وحكم البخاري بكفرك وكفر منكر علو الله الذاتي النفسي فوق العرش بنقله فتوى يوسف بن محمد بأن من أنكر علو الله فهو كافر ولا ينفعك أن تقول أن علو الله علو منزلة هذا لم يكن موضع النزاع بين السلف والجهمية لأن الجهمية ما ينكرون لا ينكرون أن الله علي علو منزلة الخلاف بين السلف والجهمية كان حول إثبات أن الله على عرشه ولذلك روى البخاري عن السلف أنه قال انتهى الحوار بيننا وبين الجهمية إلى اعتقادهم أنه لا رب فوق العرش كم من مرة سألناك هذا السؤال هل فوق العرش رب لا تجيب تهرب حقيقة محترف غواية وهروب تتلاعب الألفاظ والمعاني تقية وتحريفا على نمط اليهود نعم 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 نعتقد أن الله في السماء كما قال الله لكن ليست السماء التي في عقولكم أنا أكفيك عقل البخاري والجيلاني والحارث المحاسبي الذين أثبتوا علوا حسيا لله هذا هذه نقطة النزاع بيننا وبينكم نحن نشهد أن الجهمية لا ينكرون علو الله المنزل نشهد أمام الله ما الذي ينكرونه ينكرون علو الله الذاتي المكاني فوق العرش أما الاستكثار بعدد الجامعات فهذه قشة الغريق لا يلجأ إلى كثرة العدد إلا مفلس عديم الحجة وقد قال النووي عز وجل وجعلتم أخذها على ظاهرها كفر فيأتيكم النصراني ويقول ظاهر القرآن كفر تقول نعم فيقول باي باي راجع لديني هذا هو الكفر الصريح وتبقى توبة أكابر علماء الأشاعر أعظم دليل على أن دينك لا يناسب الفطرة وأنكم لستم على أهل السنة فلماذا يترك الغزال والجوين والرازي في مذهب أهل السنة عند آخر حياتهم فتبقى هذه التوبة منهم شوكة تخنق حلقك وحلق أصحابك المتعصبين أمثالك وفي هذا كفاءة والسلام عليكم ممكن نعرف يا عبد القادر لماذا عقلك خالف عقول البخاري والجيلاني والحارث المحاسبي الذين قالوا أن الله فوق عرشه بذاته فلم يعد ينفع قولك الله في السماء السماء يسمو سموا كذب لأن الله عز وجل هو عالي المنزلة دائما قبل استوائه على عرشه لكن عندك الآن الله صار عالي المنزلة بعد أن استوى على عرشه فيلزمك أن الله صار عالي المنزلة بعد خلق السماوات والأرض لأن الله قال خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى يعني صار عالي المنزلة يلزمك أن الله ما كان عالي المنزلة ثم صار عالي المنزلة شوف 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 الجهمة الله أكبر بل ويلزمك أن العرش عالي المنزلة ليس علومة كان فلما كان العرش عالي المنزلة فالله سبحانه وتعالى أرض المنزلة من العرش شوفوا التلاعب اليهودي النفس اليهودي السم اليهودي في هؤلاء إلزام خطير جدا فالله عز وجل استوى على عرشه استواء مش سما يسمو سموا كذاب جهمي معطيل تنفي عن الله أنه فوق عرشه إذا قلت ليسك عقلي وعقلي تفضل هذه عقول البخاري والجيلاني والحارث المحاسبي تخالف عقلك ثم من مذهب أهل سنتك وجماعتك أن الأشاعر تشككون في دينهم وأنه لا تجوز الصلاة كما يقول الماتريدية خلف الأشاعر لا تجوز الصلاة هذه من عقيدة أهل سنتكم وجماعتكم ومن عقيدة أهل سنتكم وجماعتكم إنزال الشافعية الأشاعر منزلة أهل الكتاب عند الماتريدية الماتريدية يقول ننزل الشافعية منزلة أهل الكتاب يجوز أن نتزوج من نسائهم لكن لا يجوز أن يتزوجوا من نسائنا ومن عقيدة أهل سنتكم وجماعتكم اختلاف الأشاعر والماتريدية على ما لا يقل على خمسين اختلافا أولها هل الله باق ببقاء زائد على الذات ولا هو عين الذات ليس هذا فقط أول اختلافهم حول الإله فمنهم من قال أن الإله مشتق من الإلهية وهي القدرة على الاختراع يعني الإله هو القادر على الاختراع بس وهو اختيار أبي الحسن الأشعري واختلفوا على وجود الله هل الوجود هو الموجود ذاته أم قدر زائد على الموجود فاختار جمهور الأشاعرة أنه صفة نفسية بمعنى أن الوصف به يدل على الذات نفسها لا على صفة وجودية زائد أولوك شو هذا الشيء بجن المخ هذا يجعل الناس يعرضون عن علومكم التي تسمونها توحيد عقيدة الرازي والجمهور أن الله أن وجود الله زائد على الذات وعند الأشعري أنه عين الذات الوجود هو عين الذات شفت عقيدة أهل سنتكم في دقيقة الله أكبر أنتم على مذهب الزنادق هذه هي الحقيقة أنتم والأزهر والله أقولها ولا أبالي أنتم والأزهر لذلك أنصح إخواننا أهل السنة من من يطلبون من من يلتحقون بالأزهر أن يدركوا هذه الحقيقة أن عقيدة الأزهر عقيدة جهمية والله لا لا أسب ولا أتحامل لكن هذه الحقيقة أنجوا بأنفسكم من هذا المذهب الكلامي الذي عطل الإسلام إن هيمنة هؤلاء هي سبب شلل الإسلام وتراجعه الغرب يدرك ذلك تماما ويحرص على إبقاء علم الكلام هذا بين المسلمين وفي معاهدهم وجامعاتهم وينفق الأموال الطائلة على ذلك لأن هذا يضمن أن لا يعود الإسلام في قوته إلى ما كان عليه السلف الصالح نزل هذا الدين في جزيرة العرب وكان ملوك أباطرة الروم والفرس لا يبالون بجزيرة العرب وفجأة نزل هذا الدين وفي غضون سنوات انقلب هؤلاء في جزيرة العرب إلى أبطال فتحوا المشرق أو المغرب الغرب يخاف ذلك ولذلك يحرص على نشر علم الكلام والفلسفة وخلطها بالتوحيد بل حتى أننا لا نجد للأسف حتى النووي يسمي علم الكلام علم التوحيد وقد انتقد الغزالي ذلك فقال قد جعل التوحيد الآن عبارة عن صناعة الكلام وسمي المتكلمون بعلماء التوحيد هو يتكلم عن علماء عصره الأشاعر المعتزلة انتهوا وسمي المتكلمون بعلماء التوحيد مع أن جميع خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف شيء منها في العصر الأول شوفوا اعتراف الغزالي بل كان يشتد منهم النكير على من يفتح بابا من الجدل والمماراة شوفوا الاعتراف الصريح أرأيت أن عقيدتك باطلة حتى باعتراف الغزالي شفت أنهيناك ومذهبك بدقيقة مع بعض التعليقات ترجمة نانسي قنقر